مسار الفريق اليومين يجايين بعد ما هيرجع من الهلال مش هيجع القاهرة هينزل على أسوان من السودان على أسوان عشان يلعب مع أسوان يوم واحد وعشرين ده بالنسبة للأهلي بكرة بعد بكرة عودته للتدريبات ثم الهلال وأسوان تحضر الكرة عنده حاجتين مهمين مجلس الإدارة مبارح اجتمع برئاسة الأستاذ جمال علام وشكل لجنة للرصد الإعلامي وقال إن ديها تحتكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة عبر وسائل الإعلام المختلفة هو مؤكد إنه يقصد التجاوزات الحصلة بشأن اتحاد الكرة وإلا ما هواش جهة إعلامية منوط بها رصد التجاوزات الإعلامية العامة لإن ده المفترض دي مسئولية المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام ما هياش مسئولية اتحاد الكرة إلا إذا كان اتحاد الكرة معني بمسألة مين يتجاوز في حقه وشكل لجنة لا هي طبعا لجنة تخصه هو يا سيد زفريم من حقه تخصه هو فيه قرار طلع بشأن تشكيل لجنة الانضباط ولما تكون لجنة أرجو إن الكلام يبقى واضح شوية لأن فيها لغط أتمنى على القانونيين في التحاد الكرة يجاوبولنا عليه لأن دي لجنة رفعة المستوى والتشكيل وعندها مهام كبيرة جدا لإعادة الانضباط والقيم والأخلاق في الملاعب عشان أقول لكم على التكوين أو التشكيل الكبير للجنة برئاسة السيد المستشار عزة خميس بتضم كل من المستشار محمد شيرين فاهمي أولاً المستشار عزة سعيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العد السابق رئيساً للجنة معاها السيد المستشار محمد شيرين فاهمي عبد الحميد ده رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائباً لرئيس اللجنة والعضوية السادة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد ده رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق والمستشار يهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزة أبو زيد عبد العزيز السلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق دول أعضاء اللجنة أنا ليه أقول للقانونيين في الاتحاد لايحة النظام الأساسي أنا علشان أحافظ على ما يصدر عن هذه اللجنة بإذن الله من قرارات وأحكام تحافظ على الانضباط في الملاعب لايحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة المصري المعتمدة من الفيفا بتنص على أن الجمعية العمومية للاتحاد هي من تنتخب تشكيلات اللجان القضائية يبقى اللجان القضائية في الاتحاد زي لجنة الانضباط ولجنة القيام والأخلاق ولجنة الاستئناف كل اللجان ذات التشكيل القانوني أو القضائي يصدر بها أو يتم انتخاب أعضاها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد هنا لما استقلت لجنة الانضباط برئاسة السيد المصرشار محمد عبدالصالح أعلنت أو أعلنت التحاد الكرة عن تشكيل اللجنة الجديد التشكيل هنا طالع من مجلس إدارة الاتحاد لا حتى النظام الأساسي بتقول له لا اللجان القضائية لازم انتبقى منتخبة من الجمعية العمومية هنا الاتحاد أو المقربين من الاتحاد بيدافعوا بجزئية ما هو الجمعية لم تكتمل فبالتالي المجلس مفوض المجلس لا يفوض بسلطات الجمعية العمومية مطلقة هو يفوض في اعتماد ما نص عليه جدوى الأعمال الجمعية يعني الجمعية العمومية جد تنتخب جد تجتمع ما اجتملش النصاب بتاعها فبنود جدوى للأعمال اللي موجودة يعتمدها مجلس الإدارة هل يجوز إن كانت محطوطة دي في بند الأندية هو علشان تكون محطوطة كان لازم أن يخطر الأندية بالتشكيل اللي حينزل لا أو يطلب من الأندية لحظة أستاذ الرحيم لو قال الأندية النظر فيه انتخاب لجنة انضباط جديدة أو اختيار لجنة انضباط جديدة في الحالة دي لو الجمعية العمومية ما اجتمعتش اختصاص الجمعية العمومية لو دي كانت معروضة في جدوى الأعمال لو البند ده هو كان لازم يخطر الأندية مش بس ببند الانتخاب بأسماء المرشحين لأنه بيفتح الباب من الأطراف اللي هيترشحه طب ما يجوز الجمعية العمومية ترشح حد تاني ده ما حصلش ما هو أستاذ الرحيم أنا مش شايف إن ده مش عارف إن ده عشان كده بسأل على الأقل على الأقل ممكن يستند إلى هو ده بند كان مطروح في الجمعية العمومية تشكيل لجنة انضباط مكان المستقيلة لو البند ده كان موجود يستطيع أن يستند يقول لك إنك أنا لم يكتمل النصاب القانوني ومن ثم لم يتم ترشيح لأن المجلس ما بيرشحش اللي بيرشح الجمعية العمومية الناس بتقدم ترشحاتها ليه الجمعية العمومية أنت عايز تقول يعني أن الجمعية العمومية كانت بتقدم ترشحاتها قبل الاجتماع آه الناس بتقدم ترشحات يعني بيعلن مثلا في تشكيل مين الناس المستشارين أو رجال القانون اللي عايزين يدخلوا اللجنة يعني هو المبادرة بتيجي برجال قانون ولا من الجامعية العمومية زي بالزبط الماليين والاقتصادين لما بيترشحوا المسمى كان ايه المرائب المالي كان المكاتب المالية بتترشح بتترشح بس ياسلي دي حاجة جديدة عشان كده انا عايز اتحاد الكرة يجاوب للناس على الجزئية دي تشكيل هذه اللجنة هو اخذ السلطة بتاعت الجامعية العمومية في تشكيل اللجنة من السادة القضاء الاجلاء بناء على ايه عشان يحافظ على مشروعية اللجنة وقيمة ما يزرعنا المضمون احنا موفينا عليه والموضوع موفينا تبتكلم على اجراء الشكل الشكل اللي ممكن مش عايز حد مستقبلا يطعم في الشرائع اتمنى انه من دلوقتي الاساس جمال علام ومجلس دارته يبادروا بالتوضيح عشان برضو لان انا عارف دي تحت السطح في لغة كتير في الجزئية دي من ناس من المستنية فاي حاجة هتطلع هيطلع اي واحد من ايهم يقولك مين قال ان دي قانونية ليه ما بني على باطل فهو باطل من دلوقتي يتقال على اي اساس وعلى اي سند قانوني تم اقرار هذا التشكيل من قبل مجلس دارة الاتحاد دي كانت النقطة المهمة جدا وزير الشباب والرياضة كمان الدكتور اشرف صبحي اجتمع مع لجنة الانضباط والقيم بحضور رئيس الاتحاد ترجمة نانسي قنقر